يقول المرأة هربت إلى البرية ما هي البرية؟ العالم لو لإن الله سمح للعالم أن يساعد إسرائيل إسرائيل كانت واتمسحت بأستيكا إسرائيل جنب العرب اللي عاملة كل الدوشة الأيام دي مجيش ربع سكان شبرة عندنا في مصر الأرض اللي معانتها يعني القوى اللي في الأرض أوروبا وأمريكا بيكيلوا بمكالين من حزين لإسرائيل عشان كده بيقولك هربت إلى البرية حيصلها موضع معد من الله لكي يعولوها هناك الأعالى الكاملة هتبقى 1260 يوم اللي هي الضيقة مش بداية الأوجاع بس الضيقة العظيمة لأن بداية الأوجاع هيتبهدلو لكن في الضيقة العظيمة المخترين هيحفظهم أحب أرى آية في تسالونيك الأولى أربعة 16 هانا أقول لكم بكلمة الرب بولس إننا نحن الأحياء البقين إلى مجيء الرب يعني لما يجي ربنا في ناس هتكون عايشة من المؤمنين طب دول وقف افتكروا اللي هيبقوا عايشين هم اللي هيختطفوا واللي ماتوا راح عليهم من اختطاف قال لهم لا نحن لا نسبق الراقدين يعني إيه اسمع لا نسبق الراقدين لأننا نحن الأحياء لمجيء الرب لنسبق الراقدين لأن الرب نفسه خلي بالك إلا هيحصل أربع حاجات الرب نفسه ده هتاف بصوت رئيس ملايكة وبوق الله عايز أشرح دول عشان أدخل للحتة دي صوت رئيس ملايكة الرب نفسه بهتاف إيه معنى كلمة الرب نفسه يعني جاي ياخد عرص بنفسه مش هيبعت الملايكة ياخدوها لا العروسة لا عارف اسحاء لما قالي عزار جاب له رفقة وهو طلع من خباء سره وتمشى في الحقل يعني ده نازل وده لطلعين وتقابله في الحقل إحنا هنتقابل مع الرب في الهواء هنتقابل مع الرب في الهواء طب ليه هتاف لأن المسيح لما أمه هتافش أم سكيتي والملاك لما جاء دحرج الحجر مش عشان المسيح يقوم لا ده كان قام قابلها بكتير ده عشان يعلن القبر الفارغ لما جاء الملاك دحرج الحجر المسيح كان قد قام من قابلها بكتير مش محتاج لحد يدحرج له الحجر لأنه أين بالجسد الممجد يقدر يدخل ويخرج والباب مغلق العالم ما شافش هتاف القيام ليه يا رب لما قمت ما هتافتش قال أصلا الراس لكن لما الجسد يقوم وينضم للراس ههتف لما يكتمل العروس الرأس تنضم للجسد الجسد ينضم للراس يحصل هتاف الرب أين شوكتك يا موت أين غلبتك يا هوية اللي تسحلوا اللي تقلوا في الزيت اللي تبهدلوا اللي تضربوا اللي ضاعوا كل دول فين شوكت الموت فين غلبت الهوية نحن لا نسبق الرقدي يقوليه في الآية الرب بنفسه بنفسه بهتاف آه صوت رئيس ملايكة دي هخليها في الآخر وابوق الله ايه بوق الله بوق الله يعني الإعلام بتاع ربنا أصل الأزمنة دي البوق يعني الزمان ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة التي وضحة الآب في سلطانه لما الآب يبوق يعني يقول جات أتت الساعة خلاص المسيح ما كانش يماشي بساعة على فكرة على الأرض يكلمون تلميز يقولهم لم تأتي ساعات بعد عامل كذا لم تأتي ساعات بعد عارف أول ما جات الساعة لهم قد أتت الساعة قوموا الآن ننطلق منها هنا سبت نظره على أوروشالين المسيح يسوع ما بيدورش على الأزمنة إلا في سلطان الآب خاضع للسلطان الكامل ولذلك هذه الساعة لا يعلم بها أحد ولا الملايكة الأب يبوق للجماد لاختطاف الكنيسة يبتدي الملاك مخايل يشتغل صوت رئيس ملايكة ليه صوت رئيس ملايكة؟ الشيطان ليه أربح سقطات السقطة الأولى سقط من رئيس الملايكة وصار رئيس للشياطين لما قال أرفع كرسية فوق كواكب العلي لكن كان مسموح ليدخل السماء ودينا نلاقيها في سفر أيوب لما جاءوا بني العلي ليمثلوا أمام الله جاء الشيطان ومثل في وسطهم قال له من أين أتيه؟ قال له من الجوالان في الأرض والتمشي فيها قال له هل وضعت قلبك على قلب عبد أيوب؟ رجل كامل ومستقيم؟ مش موضوعنا فكان مسموح ليدخل بيدخل السماء عليه عشان يشتكي أين المشتكي؟ زي ما يقول بولس في روميا 8 من سيشتكي على مخترية الله؟ الله هو الذي يبرر فالسقطة الأولى سقط من ردبة رئيسة الملايكة وبقى رئيس للشياطين لكن كان مسموح له يدخل في وسط الملايكة في السماء ويمثل أمام الله لما جاء المسيحية صلب جاءت السقطة التانية رأيت الشيطان ساقط مثل البرق اتمنع من دخول السماء لكن بقى مكانه في الهواء بقى رئيس سلطان الهواء طيب مع أنه رئيس سلطان الهواء وربنا هيقابلنا في الهواء ازاي قابلنا في الهواء والشيطان ماسك منطقة الهواء فكان لابد أن تخلى منطقة الهواء من الشيطان وجنوده عشان احنا نطلع ونقابل رب وده السقطة الثالثة اللي هو ميخايل وملايكتوف السقطة الرابعة بقى بعد ما طرح للأرض هيتطرح في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت نمرة واحد سقط من الرد نمرة اثنين في صلب المسيح اتحرب من السماء نمرة ثلاثة عند اختطاء في الكنيسة هيتحرم من الهواء وينزل في الارض نمرة اربعة من الارض ينزل الى البحيرة المتقدة بالنار والكبريت هو والوحش والنبل الكذاب وكل فعالية المعاسر فلما يجي يقول بصوت رئيس ملايكة هنا نقرى حدثت حرب في السماء ميخايل وملايكتوف ميخايل يعني من كالله وملايكتوف حاربوا التنين وحارب التنين وملايكتوف الشيطان ما بيخافش عارف انه مش هيقدر على ميخايل بس بيحارب هو اسمه المقاوم او المعاند العندي بتاعه صعب جدا العند الواحد في عنده ممكن يضيع نفسه برضه بالعند فاكرين صدام حسين كان عارف انه مش قد الدول الغربية يعني لو كان سمحهم يدخل ويفتشوا في العراق وهو ما عندوش سلاح نوع لكن عنده لا ما حدش يدخل وضيع نفسه وضيع بلده في اللحظة دي الشيطان هو ده العنيد المعاند عشان كده هنا لما يقول ايه يقول ده حارب والتنين حارب ولم يقوق الشيطان ما لم يقوق فلم يوجد مكانهم بعد في السماء في الهواء فطرح التنين العظيم الحية القديمة اللي ضحكت على آدم المدعو إبليس المعاند الشيطان المعتدي على الله سطان سطنائيل الذي يضل العالم كله طرحها الى الارض وطرحت معه ملائكته لما ينظف الهواء ميخايل يدي صوت للآب الهواء جاهزة في الوقت اللي الشيطان ومليكته نزلين في الارض الاموات والقدسين نصعد في السحب لمقابلة الرب في الهواء وهكذا نكون كل حين مع الرب وجملة حلوة يقولها بوليس عزوا بعضكم بعض بهذا الكلام عشان كده سمعت صوت عظيم قائلا في السماء الآن صار الخلاص لإلهنا وقدرته وملكه وسلطان مسيحه لأنه قد طرح المشتكي على إخوتنا الذي كان يشتكي عليهم أمام إلهنا نهارا وليلا وهم اللي قاموا وصعدوا واختطفوا غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادتهم ولم يحبوا حياتهم حتى الموت من أجل هذا افرحي أيتها السماوات والساكنون فيها افرح يا كنيسة انتظري مجيء مسيحك قوله له أمين تعالى أيها الرب يسوع تعالى خد كنيستك انقذنا من الغضب الآتي لكن اللي رفضوا المسيح يقول ويل ويل لساكني الأرض والبحر اللي هي الأمم لأن إبليس نزل إليكم وبه غضب عظيم عالما أن له زمانا قليلا هيقعد على الأرض ثلاث سنين ونص اتنين واربعين شهر ألف ومتين وستين يوم فترة الضيقة العظيمة الله يرحمه